الرحمن الرحيم أيها الحب الكريم مشاهدين الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر غنات دبي ريسنجو ها هي انطلاقة الشوط الثاني والشوط الثاني يضم نخبة من الحول المهجنات العصائل مسافتنا ثمانية كيلومتر في يوم التميز للكبار ها هي الانطلاقة مباشرة نسير مع مغدمة هذا الشوط لنرى اللي في المغدمة ارى الآن في مغدمة هذا الشوط بشاير للسيد مسلم بالزفنة بن مسلم العامري لكن ينخطف في هذه اللحظات المركز الاول سرابة للسيد سليم بن حمد بن حبروت للينيبي في مغدمة هذا الشوط ننتقل إلى المركز الثاني مرادي في المركز الثاني للسيد سلمان للسيد سليمان بن ساطي بن سليمان اللي في المركز الثاني وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث ريمة للسيد مبارك بن بطي بالهواش الاخيلي وفي المركز الرابع المركز الرابع بشايل للسيد مسلم بالزفنة بن مسلم العامري وفي المركز الخامس مدينة للسيد محمد بن جاسم بن براك بن محمد المزروعي وفي المركز السات السايحة للسيد عبيد بن سالم بن سعيد التعبي وفي المركز السابع المركز السابع ناصية للسيد محمد بن ناصر بن شافي القحطاني المركز الثالث نشوف نشوف وناخلي في المركز الثالث الشاهينية في المركز الثالث ولا الحذرة الحذرة للسيد محمد بن سعيد بن خالص العامري في المركز الثالث عسيلة قادمة بقوة يا السلام عسيلة أسهل للسيد أحمد بن سيف الزفين المهيري وفي المركز الخامس المركز الخامس السايحي للسيد عبيد بن سالب السعيد الإتعابي الضبي قادمة يا سلام يا الضبي الضبي رمز العطاك الهوفاء قادمة بقوة إلى المركز الساد في هذه اللحظات للسيد سعيد بن مطهر الرميذي 1200 بديننا تجاوزن بغيادة بيضة بيضة لازالت مسيطرة على مغدمة هذا الشوط يا سلام بيضة وأركان المعركة الشديدة بدون أي أوامر تذكر ركضت الغاية وعرت الغاية للغاية ونحن نقترب وبانت المنصة وبان خط النهاية وتجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير يا سلام يا بيضة بيضة للسيد جابر بن فيد بن محمد بن عفرة المري لكن غدوم غوي من السايحة السايحة تسوح وتجور على أرضية هذا الميدان السايحة للسيد عبد بن سالب بن سعيد اللي تشعبي إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لكن بيضة راية العوايد صاحبة السجل الحافل صاحبة التاريخ المشرف خذلي لغطة يا مخرجنا يا مصورنا على رأس بيضة على رأس بيضة اللي في المغدمة شوفوا خذوزوم خذوزوم شوف علامة الجودة تحملها على رأسه محلة الزعفران على اللون الأبيضة ها هي بيضة بيضة على مغدمة هذا الشوف بدون أي وامر تذكر من مالكة ومضمرها ومدربها جابر بن فيد بن محمد بن عفرة المري مع بيضة على مغدمة هذا الشوف سلام سلام عليكم ياهل الدوحة واسعد الله صباحكم وين ما يسكن جابر بن فيد بن محمد بن عفرة المري مادري في الريان والشحانية على العمومة سعد الله صباحكم سلام صباحي سلام صباحي بدون أي وامر بدون أي وامر على صوت السماعة على صوت السماعة بدأت أوامر طفيفة تهانين من العمار تهانين للسيد جابر بن فيد بن محمد بن عفرة المري على فوز بيضة بالمركز الأول السايح في المركز الثاني لسيد عبيد بن صالب بن سعيد المركز الثالث أركان لسيد سويدان بن سعيد بن حضير مشتبي المركز الرابع الشاهينية للسيد سعيد بن دوحبة بن قنزول العامري المركز الخامس الضبي للسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميذي هذه النتيجة والتوغيط الزمني ساعة وصول بيضة إلى خط النهاية 12 دقيقة 56 ثمانة أجزاء من الثانية تهانينة للسيد يابر بن فيد بن محمد بن عفرة المري المركز الثاني ها هي السايحة 12 دقيقة 57 ستة أجزاء من الثانية تهانينة للسيد عبيد بن صالب بن سعيد الشعبي المركز الثالث أركان نشوف أركان ها هي أركان 12 دقيقة 58 ثمانة أجزاء من الثانية تهانينة للمهندس سويدان بن سعيد سعيد بن حضيرم الاجتبي تهانينا للجميع والناموس